الزمالك. الزمالك عاد جوزالدو فريرا المدير الفني اللي انت معاه نجحت وعملت اداء رائع جدا وعملت شغل فني كبير كده الفرقة كلها مع جوزالدو فريرا في الولاية الاولى عملت اداء رائع جدا واحدة من افضل فترات الزمالك على اطلاق سواء في الدولة او في كاسم مصر. طبعا. عاود جوزالدو فريرا من وجهة نظرك تضيف ايه للزمالك؟ ده هتضيف كتير. هتضيف كتير قوي. يعني اولا تنظيميا واخلاقيا. يعني الراجل ده السنة اللي لعبت فيها معنات الزمالك. انا اول مطش دخلته كان مطش عرص الهدود. كنت جيت الزمالك بالي 48 ساعة. فتخ خاني. كان دوره 16. وانا لعب دوره 16 فقلت مش هينفع على عبد دورين لبني الزمالك كان متأخر شوية. فقلت مش هينفع فلعبت دوره 16. عايز اقول لك يا كريم كنا كاسبين حرص عرص عودة واحد. نزلت كنا مضغطين جبدو كنا التالت. سافرنا اسكندرية هنلعب الاتحاد. فقبل المحاضرة المطش فبيعرض كده فيديو بتاعه. فالجون بتاع بقى بيجيبه وبتاع. فانا مبسوط قاعد بقى كده منشاكح. تفاهم. فلعيته بيقول لي طبعا بقى بترجم بيدرجم حسنا فبيقول لي. انت فاجر بقى ان انا ساقف لو كده. طب يعني انت ساقف لانا. انا جايب جول. جون مكسب وكنا مضغطين. قال انت مكانك هنا. اللي انت كيبت في جون ده مكانك غلط. يعني بص ما بيعديش اي حاجة ضرارة. انا جايب جون جون مكسب وكنا مضغطين جدا كنا هانت عادل. وجون مكسب بدور تمانية يعني طلعين دور تمانية. فاللا انت مكانك انت هو بيدعب بتلاتة بنترات. أربعة تلاتة تلاتة. دي جملة عظيمة. انا افاكر ان انا مبسوط بقى. المدرب تاني حيلوح مساقف لك يقول لي. طبعا. انا جايب بقى لي تلاتة ايام. طبعا. وجايب جول فوز. وبين فوز ومضغطين بقى. وخلاص لتنقلنا الدور تاني. فقال لي بص ابراهيم انت عارف انا بنعب بتلاتة تفندر. رقم ستة لو كان طارق. وكنت انا وكان معروف. هو بيقسم الملعب نصين. نص يمين نص شمال. ما تعديش نص مش بتاعك. نص يمين. رقم ثمانية نص يمين. مجلش نص يمين. الا لو همنع جول. وانا روحت جيبت جول. ما كانش مكان كان مكان معروف. فهو في حاجات ده تبدأ في الحاجات الصغيرة جدا. ممكن تكون بالنسبة لنا حاجات افاق. بس فعلا الراجل ده. طريق حامد التطور مع الراجل ده. صح. ازاي بقى التطور مع الراجل ده. الراجل ده. دي جملة دائما مشهورة. اول ما روحت. اولا ما عندوش نجني. ثانيا لو انت مسكت رجلك وعدت. وانت كنت تلعب. كنت مش كويس جدا. ما عادت. ماتش. طبيعي هنا في مدربين مصريين بترجع طبعا تلعب. انت رجل اساسي. حافز مكانك. اه. لا. ما عندوش كده. ابراهيم نجني الفرة ما عندوش كده. كريم لعب مكان ابراهيم. مش كويس. مش كويس. ده اخد. استنى بقى دورك ابراهيم. ده حاجة ده لعب دي. انه موجة نظر. طبعا. انه موجة نظر ان مش مكانك انت ما تحتقروش. لا. اما فيه لعبة تانية. تاخد فرصتها. ما ده مش كويس جدا. زيك. خلاص. استنى بقى دورك. هو عندو كده. وده يخليك لو انت قاعد عبدك حتى. مش مندايق. مش حاسي اني بيلعب ده. طبعا. انا والله العظيم. انا كان بيلعب علي طارق. ستة. طبعا. مش مكاني. كان بيلعب احمد توفيق. ومعروف. وكانوا ماشيين في الوقت ده. كانوا مقصرين الدنيا. صحيح. مقصرين. كنت قاعد بره. وانا قاعد بنفسيتي كده هادية. مش مظلوم. خالص. وكنت بنزل وكويس. وبتاع مش عارفين. لاني بيلعب مكاني كويس جدا. ماشي كويس قوي. قوي. عكس بقى اما يكون ماشي. اما يجيه ماكلش. واللي كان بيلعب مكاني. ماشي وحش جدا. فالطبيعي ان انا ازعل. الطبيعي ان انا ادايق. صحيح. لكن اما يكون ماشي كويس قوي. لأ. ما عтобية في كلمة. اه. عنده حاجة برضو. كربطة بجيه لك من ناحية اليمين. لازم تسترما بالشمال. بيوقف. يعني gelbo استنامتها باليمين وورحت كيم تقون. هنا كونجرة جايك اده مثلا. واستنامتها باليمين وروحت كيم تقون. لا يوقفك خلط. استرم بترشمال. يقولك استنامت بالشمال ديت. اسرع للجون. يعني أسرع من رجل اليمين في الحركة. كورة جيه لك من الشمال لازم تسرما من رجل اليمين. في الحركة. فأسهل وأصغر التفاصيل اللي هو دايماً كان يتقال إيه؟ إن المدرب مش شغلانته يعلم اللعيبة التفاصيل داية يعني مفروض أنت كلاعب عندك الأسيات ها فعلي بس هو لا كان بيبص على الحاجات داية ويعدلها بيبص ويوقف ها ويعدلها عشان فيه الأقبة ممكن ما بقاش عندها الأسيات يعني فيه الأقبة ما بقاش عندها كل الأسيات يعني أنا أفتكر كان دايماً بيتخانق مع حمودي عشان حمودي كان بيعمل حركة هو مقدش بيحبها كان يجي حدي إيه ما تباصل حدي وحمودي كان بيوقف بالاسترز عارف أنت بدار يسترز مقدش حبها قوي خالص لا فيه استلام هو بأسيات الكرة بيقولها مش اللي هو كله أحبها وطريقته اللي هو دي طريقتي لا لا ما عندهش كده لا ده عندنا احنا في مصر بس كده الناس ديت ما عندهش كده وبعدين عارف شغله الجهاز اللي معاه عارف شغله كله أحنا عارف شغله عشان كده أدى النجاح أنه ياخد دوري ودخل كايس بسيط لو تري جملة مشهورة أوش أنه جزبالدو فريرة هو اللي فرق مع طريق حمد في مشواره كله طبعا فرق إزاي؟ أنت كنت شايفه بيفرق إزاي؟ مع طريق كان دفندر رقم 6 بيقطع ويسلم وكان عنده طريق في الأول كان يميز بس عنده وطريق عارف كده كويس طبعا ما هو في النهاية تطور ما يجي مدرب هو اللي يعلمك أو يقولك يعلمك ما هو مش عيب على فكرة ما هو مدرب هو معلم آه بالضبط كده آه يعني مش عيب ما يعني وإنت تعلمت كل اللعبة تعلمت طبعا ما يجي مدرب يقولك توافك إزاي؟ تستلم إزاي؟ تعمل إزاي؟ فهو طور من هذا الطريق طور جدا من هذا الطريق طريق يعني أعتقد كل وطريق دايما يعترف بدا ده طريق يعترف بحاجات دي بصراحة إنه هو فرق في حياة طريق حامل جدا يعني بعد كده بقى واحد من الأفضل لعيب الوسط في مصر مع مصر طبعا أعتقد بفضل ده وتفتكر طريق مرحة زمالك قاعد شوية ده قاعد كتير ده طريق ملعبش في الموسم ده في الموسم الكائد دوري خمس مطشهد لبعض في آخر خمس مطشهد آآ عكس أن أنا روحت ايه بتاعت عشرين مطش ما كانش عندي صبر طريق فقلت أنا هطلع عارب طريق زاكي جدا قاعد لحد موتطور وما خرجش من الملعب مع الرجل ده ولا مع غيره صح وفضل الأول لله صمم جهود طارق وصم الرجل ده وفي العيبة بعد بعد جزال دوفريدا ما مشي اختفت جدا يدي عندك بس عز عباس المورس ده كان هدف دوري اختفى فعلا وفضل اللعب يعني بعد يعرف يعمل اللعبه نفسي قوي بكل هدوء شخصية قوية جدا من غيرها عصبية من غيرها عصبية يعني مغلطش في اللعب مستحيل مستحيل شهنا عندنا برضو سعب نفهم الشخصية القويدي لا 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 شخصية قوية محترمة جدا من الأجنب يا كريم أم أصلا شغلي بس ما عندهمش ظهور ما عندهمش العاطفة زينا براك في الجملة اللي تقول انه راجل بقى كبير في السن ومش هيقدر يدي للزمالك زي الفتر اللي فاتت والكلام ده لا معظم يعني هو هيلعب راجل مدرب راجل كوتش كبير جدا معهم مصعدين بتوع هو ما كانش بيعمل حاجة يعني وكان بيدينا توجهاته كانش بيشتغل برجله ولا بيده ولا بتاعه وكان بيدينا توجهاته بس يعني كان معظم الشغل الجهاز اللي مع هو اللي بيعمله حاطى على أيام أنا في الزمالك كان هو كل حاجة مش هو اللي بيعملها الجهاز هو هو بيدي القرارات اللي الجهازه حصول الي بيعمله هو بينزل بس في التأسيمة بس وواد طبيعي ايه ده طبيعي من ايه مدرب على فكره فكبير صغير طابعا مدرب يعان بيعمل ايه ومدرب مساعد بيعمل ايه ومدرب أحمل بيعمل ايه شكرا